اشتركوا في القناة وهنا افرق بين التنظيمات الجهادية الاسلامية كقيادات وكقواعد تختلف القيادات مرتبطة كلها في اجهزة استخبارات غربية ان لم تكن السياية تحديدا او الموساد القواعد اللي بتروح معهم بتروح بناء على الخطاب الديني بناء على الاحباط اللي يصاب في بعض الشباب قناعات بتصير عند ناس عندهم شهوة القتل ناس مجرمين بالطبيعة عندهم شهوة القتل بروحوا مع هاي التنظيمات وناس فاضين وناس عطلين عن العمل وناس بدهم يعبروا عن حقدهم على دولهم بروحوا مع هاي التنظيمات وناس بروحوا مشان مصاري لانه بقولوا بدفعوا رواتب عالي وبدفعوا مكافأة عالي للمقاتلين او ما يسموا بالمجاهدين بين قوسين اما القيادات فهي مرتبطة تصنعها امريكا وقد صنعتها بداية في افغانستان لمقاومة الاتحاد السوفيتي عندما كان الاتحاد السوفيتي شيوعيا صنعتها وبالاخير هاي التنظيمات انقلبت عليها فترجع بتأدبها هلا عندنا هون في سوريا والعراق ايضا صناعة امريكية لكنها تمددت امريكا بدها اياها لهذا الحد ما بدها تتعدى لهذا الحد زائد امريكا الذي يحكمها الشركات الشركات بدها تبيع ذخيرها وبدها تبيع اسلحة ومين اللي بدفع اللي بدفع الامريكان يعني في الحرب على داعش احنا اللي بندفع باموال عربية وريح راسك احنا كلها هاي كلفة الحرب بدفعوها عرب بدفعوها دول عربية غنية خلاش بالله لا تحرجني بالتسمين كلها بتدفعها دول عربية غنية بتدفع هاي الحرب فدايش مين بتحتاج كل هذا الجهد داعش عجزانة امريكا عنها بتقول بدي ثلاث سنين واليوم شوف التصريح بالجريدة انه بدنا سنتين مش صحيح داعش اذا امريكا امرت تركيا اذا امرت اردوغان بعدم ادخال المقاتلين المجرمين المجرمين عدم ادخالهم من الحدود التركية الى سوريا انا براهنك داعش بشهر بتنتهي بشهر امام الضربات الجوية وامام الجيش السوري وامام الجيش العراقي وامام العشائر العراقية والعشائر السورية انا بقول لك بشهر تنتهي لكن يا اخي فيه ضخ مش معقول من تركيا فيه ضخ مش معقول من تركيا ضخ مقاتلين من كل انحاء العالم من اوروبا فيه مقاتلين من المغرب العربي فيه مقاتلين من افغانستان فيه مقاتلين من الاردن فيه مقاتلين من مصر فيه مقاتلين من تونس فيه من الجزيرة العربية كلها من دول الخليج ومن السعودية فيه مقاتلين من وين يفوتوا كلهم يروحوا ع تركيا بصلوا ع اسطنبول والتجمع في غازي عنتاب ومن غازي عنتاب فيه معابر اشي شرعي واشي مش شرعي عسورية ويلا الدولة التركية شايفك ومانا شايفك تفضلوا وفي معسكرات تدريب داخل الأراضي التركية وكما علمت مؤخرا في معسكرات تدريب داخل الأراضي السورية وداخل الأراضي التركية للمقاتلين الجدد طلاب جامعات بروحهم محبطين بقرايتهم بخافوا من أهلهم ناس مدمنين مخدرات بروحوا برضو محبطين من حياتهم الاجتماعية ناس أصحاب سوابق بروحوا أيضا محبطين من حياتهم الاجتماعية ناس عطلين عن العمل لذلك أنا قبل شوي بقول بلاش كل قرار اقتصادي وكل قرار في رفع أسعار يجب أن ندرس أبعاده الاجتماعية على شبابنا وعلى شعبنا تشكل داعش خطرنا عن الأردن؟ تتفق أنها بتشكل خطر الأردن؟ طبعا بتشكل خطر على الأردن وفي خلايا نائمة بالأردن والحمد لله انها بعيدة عن حدودنا الحمد لله انها بعيدة عن حدودنا لدعمة هاي الخلايا وصحتها من نومها تقصد بعد داعش إقليميا عن حدود الأردنية؟ البعد المسافة الأرضية البعد الجغرافي نعم من يحنها بعيدة عنها لو قريبة علينا بتأثر أكثر وهي بعيدة عننا قاعدة تأخذ من عندنا ناس وفي ناس بالداخل بغازلها وكل يوم يقرأ الجرائد وشوف في محاكمات بمحكمة أمن الدولة على ناس يتغزلوا في داعش وناس يعني يحاولوا أنهم يكونوا يلتحقوا في داعش أو يدعوا الناس اللي التحق بالمجاهدين بين قوسين طيح في داعش اشتركوا في القناة